يبغى تصير غني انت وصلت الأعظم سلسلة موجودة عندي خلال 24 ساعة كم نقدر نطلع من الريال توقع أني راح أخليك تطلع بره البيت؟ لا توقع أن الشغلة تحتاج أن تكون عندك معرفة؟ لا هم شغلة تحتاجة وسامة؟ الفلوس هي أهم شيء موجود في العالم في كل فترة مصادر فلوس قاعدة تتغير أول يحتاج عشان تجيب 100 ريال لازم تتعب بشكل مخيف ولكن مع التطور صار الشخص يقدر يجب فلوس وهو قاعد في البيت وفصارة الأشياء السهلة هي أكثر الأشياء اللي تجيب لنا فلوس اليوم جهزنا في دفتر اليوم سكريبت مخصص لثلاث أشياء ممكن تجيب لنا فلوس ورح نسوي التجارب هذه ونعرضها قدامكم ونشوف كل شيء تجربة الأولى رح تكونني أسوي حساب في التيك توك ليه تسوي حساب في التيك توك يا أخي فاضي انت؟ لأن التيك توك هو أكبر منصة تواصل اجتماعي موجودة تنشر المقاطع وتدعمي ولكن ما أبغى صنع محتوى والله العظيم ما أبغى صنع محتوى أحس الموضوع تعب ما أبغى تعبنا سامو الشرطنا الأول لحنا ما نتعب عشان نجيب فلوس معلش بتخلينا نصنع محتوى ورح أجيب كاميرا وأصور لا لا في تاريخ اليوم رح أسويلي حساب والحساب هذا رح أبيع بعد 20 يوم وحساب هذا رح أخذ مقاطع اللي في اليوتيوب وقصقصها ونزلها في التيك توك حساب جديد رح أشوف كم يطلع من متابع كل اللحظة اللي يطلع فيها متابعين رح أخذ الحساب هذا وبيعه ينباع؟ ينباع؟ ليه ينباع؟ لأن تيك توك عندهم خاصية يقولون كذا تعديث ألف متابع رح تنفتح لك البثوث المباشرة فأنا قلت بأشوف خلال فترة هذه أسوي الحساب ونزل فيه مقاطع وشوف كم وصل بعدها أروح أبيعه أيوه أيوه الآن رح للحساب التيك توك اللي سويناه طيب يا جماعة الخير هذا هو حساب التيك توك وصل ما يقارب 7421 متابع خلال ما يقارب 20 يوم طبعا مسوي من زمان يعني تقول كيف سويته وشكلك ما تغير أنا مسوي من زمان بس عشان السلسلة هذه والحساب هذا قاعد يجيب أرقام مرة فلكية وأنا سمح لكم ترى بسعادة استخدام محتوى إذا تبغوا نتخذونا خذونا ونزلوه في التكتور حرفيا يجيب أرقام أكثر مني في حسابي الرسمي الموثق اللي فيه ما يقارب 300 ألف فأنا سمح لك أنك تأخذ مقاطعي ولا رح أسوي لي كاي قروشة أنا برضو يعني أنا عشان تقولون سامع يعني وقف معي يمكن تصغير وساعدني فهذا الحساب لو أبغى بيعه يوجد 7000 متابع مشاهداته مرة قوية وجاب 81000 لايك شي رقم مرة جبار الحساب هذا لو أبيعه ممكن يجيب لي 800 ريال 700 ريال بالراحة نعم 800 700 ريال ليلا المتابعين اللي فيه حقيقيين مو وهميين طرى ممكن يجيب أكثر ولكن أنا أعطيكم السعر هذا تأخذ الحساب هذا وتروح الله يسلمك لأي الشركات أو الناس اللي تبغى ميزة تلبذوث تقول عندهم حساب كيت 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 تبغى تشتريه أو تعرض الحساب هذي في منصات البيع والشراء توصل مع أي شخص قبل فترة قرر أن يشتري هذا الحساب مبلغ 400 ريال والله العظيم لو أستمر شوي لأبيعه ب800 و1000 ولكن كنت مستعجل عشان المقطع نروح الآن للمهمات الثانية المهمة الثانية برضو بدون تعب صدق بدون تعب إي والله بدون تعب ولكن المهمة الثانية أنا متأكد أنك راح تقدر تطلع منها 500 ريال ل600 ريال خلال ثلاث ايام اربع ايام كيف؟ والله انك راح تقدر ولكن على حسب تحركك مو على حسب شغلك لا على حسب تحركك كيف وسامي اشرح لي طيب تعال علمك بسم الله الرحمن الرحيم ما خفتوا ها؟ أكركم الحين كلكم ترى واحد وراء الثانية رائدك ما خفتوا ها؟ هاهاها الله أكركم ترى حاطة نلموس كرهم يا والد أكرهم طيب يا جمعة الخير موضوع اليوم يا جمعة الخير حصلت شيء مرة جبار يا تبالغ والله انك تبالغ ايه والله انك تبالغ ايه تعال شف والله لو وريك شيء في حياة أمك وابوك يمكن تشفتها مرة واحدة شيء جبار شيء أنا أسميه من أضخم الأشياء اللي شفتها في حياتي هذا الشيء لو اشتغلتها بشكل مصعب شغل شكل سهل وقسم بالله العظيم لك بتطلع بلوز قد الدنيا ايه بتصير غني بتترك الوظائف بعد راح تتوظف لأن أنا لي ما يقارب خمس خمس سنوات في التصميم خمس سنوات شبعة الخير اللي قاعد أشوفها شيء مرعب شيء ممكن في يوم الأيام يخليك خالصة طول علينا وتعالي شرح لنا يلا بسم الله أول شيء لازم تدخل الدسكورد شف مو لازم عشان أنا ما أحب كده أجيب متابع شوفيني ما أنشري شيء ما أقول تعالي في الانستغرام ما بي الفيوتيوب أبغاك في اليوتيوب لا تجو لأي مكان ولكن إذا أنت بغطلع فلوس لازم يعني أنك تجينا في الدسكورد يا الله يا وسامة وش الدسكورد بتسولف معاي بتخليني إيش يعني إرشادات لا تقيقة أحتاج أني أقعد القعدة هذي قسمها قعدة التعريك طيب أنت معث خير عالم التصميم عالم مفتوح والكل يطلب أشياء للتصميم طيب لو أبغا لوغو أو أبغا أي شيء خلوا نعطيكم مثال متخيلين أن الصورة اللي قدامكم هذي رسمها ذكاء اصطناعي طيب وش الفائدة وسامة ذكاء اصطناعي يعني إيش بيفيد طيب خليني أقولكم شيء مهم وش الشيء المهم تخيل أنك دخلت منصة خمسات أو المنصات اللي يطلبون فيها التصاميم واحد يكتب لك أبغا براند أو أبغا لوغو لبراند يكون فيه شعار حافلة يعني شعار حافلة باص ولا هذا مسؤول عن النقل أو أي شيء أو أبغا أسوي لوغو المتجر كم بتاخذ منه ممكن تاخذ منه 300 ريال أي لوغو متجر أنا بسوي لك لوغو وموجود في أي مكان يعني حتى لو بحثت عني في جوجل ما رح تحصلني تجي الله يسلم كل المترجم أنا يجي المترجم طرح عرف انجليزي ولكن أجي المترجم عشان أبين للناس كيف الموضوع سهل نجي هنا نضغط عربي يا سلام وش قلت لي وش قلت لي بسرعة وش طلبك الله طلبه يبغا لوغو المتجر حق رسم أو متجر نقول يبيع يبيعوش يبيع بيسيات يلا نقول يبيع بيسيات أكتب هنا شعار المتجر لا ما أوكي المتجر نمكن يكتب نفسها طيب شعار لمتجر يقدم أو شعار متجر يبيع يبيع قطع مخصصة للكمبيوتر طبعا إن شاء الله أنا حلو إن شاء الله أنا صاح طيب أجي هنا والله يسأل لكم بالدسكورد أحط سلاش الشرطة فوها حول العربي أحط لي سلاش بعدما أحط لي سلاش أحط اميجن يعني تخيل مام بعد أحط الكلمة يا الله وش أكتب بعدها غمض عينك كذا غمض غمض معاي غمض وعد من واحد العشرة انتر عد من واحد العشرة شوف شو يطلع لنا طبقا قاعد يسويه هنا يقول waiting to start يعني سوبر شوي بنضبط لكي الشعار عطوني تخيلاتكم وكتبولي تحت في الكومنتات بيضبطها ولا ما راح يضبطها شوفوا رسمها صفر من مية يا ساتر يا الله يا الله يا يال قاعد ينتظرني قاعد ينتظرني الزبون طبعا لا تسلمها لها بسرعة خلك انك عركت عليها ثلاثة ايام اربع ايام خمسة ايام ثنين وستين بالمية طيب يا جماعة الخير عطانا أربع صور يا لختر أي شعار منها وكل الشعارات هذي تبين لك انهو متجر مخصص بالكمبيوتر بس وساما يرسم شعارات بس يرسم شعارات لا يناس تطلب تعديلات الوجه يعني يبغى وجه معدل كيف معدل بوريكم الاسلوب ترى والله العظيم والله اقسم بالله العظيم انك تقدر تبيع بشكل كبير طيب ما نبغى لوغو حق كمبيوتر اما عليها الشجمعته خير اه بابا بوريكم شي ثاني بوريكم شي ثاني تكفون بكتب شعار لشركة مخصصة مخصصة ها للأمن والسلامة وانكم يعطينا محتري ندخل هنا ونكتب سلاش عربي سلاش ميجن بسم الله وقعد يضبط لنا عيال شي جبار 0% وفوفوفوفوفوف بعدي اشوف ملامح الإنجاز تعبتي يااخي تعبتي هنا اصمم تعبت تعبت يا الله يا الله يا الله اصمم لك شعار مرة جبار بش ابشر بي والله لا خليبي عجبك ما عجبك اعدل علي ابشر شفلي شي ثاني ابشر اشوف لك اشياء كثيرة عطيك أربع شعارات مو شعار واحد بسم الله تفضل يا جماعة الخير اه حنف شي غريب يمكن يوم من الأيام يختفي دور المصممين والله يا جماعة خير مصممين كلا في أنت دورنا بس الحمد لله عارفة من أنت في الرسمة لنا بشكل مرة جبار لو خذناه حطنا لوغو راح يكون مرة أبغى لوغو القناتي طبعا هذا نقول بعناه بميتين ريال وهذا قل بعناه بميتين ريال واحد جاء قال أبغى لوغو بقناتي بغي يحشر لك الحين أبغى لوغو بقناتي بصورة وجهي بس قل له على طول أنا من أفضل المصممين بعدها تروح للخاص بعد ما تروح للخاص سوي كذا عرفتم فينا زلت نطفرين فضحنا طيب يلا فدران والله أني بس أخدمك لا خافيز علي إذا شاب وجهت طيب يا جماعة خير قال لك والله أبغى لوغو الوجه طيب يا الله بسم الله بشير بي أجيب لك لوغو الوجه نأخذ الصورة هذه ونرسلها في الخاصة بعدين أجي للصورة سوي لها كوبي لنك تمام بعدين نروح سيرفر في وار العم يا أخي والله أنا ما قصر ذا الولد يا أخي وأعطي سلاش اميجن وأحط الرابط بعد ما أحط الرابط وشاب أبغى سوي بس باللوغو وش تبي اللوغو اللوغو إيش أروح لأستاذ مترجم أقول له شعار يمثل يوتيوبر شف شف ركزه يوتيوبر داخل مكتبة الخاص عادي أنا ما أعرف رحيش بيعطينا بسم الله رحمة رحيم نيجي هنا ونسلزقة نقول له تفضل انتر عبنية صدمت وضح الله اللي ينصدم يحط لايك اللي ما نصدم برضه يحط لايك اللي ما اشتركيش تركه أعظي الله أقسم بالله تفعب معكم بدأ يجي الخير ها بدأ يجي الخير وبدأ يجي اللوغو يو سلوم يو سلوم يو سلوم بدأ يرسم شوف أنا طلبت مننا الطلبات حقتي هنا خلصت 62% باقي ما أخلص بشكل أوف 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 ايه أقسم بالله أن أبدأ أقسم بالله العظيم أن أبدأ صدق الوجه يعني ولا أكن شوفوا هذه أقدر أخذها وحطها لوغو شفت هذه هذه أقدر أقصها وخليها لوغو هذه أقدر أقصها وخليها لوغو على حسب الطلب اللي طلبتها مننا رح أطلكم الرابط هذا موجود تحت الدسكريبشن خلص شغلك وطلع عشان أنا أقسم بالله أحس بالذنب إذا دخلتك شيء أو أصحبتك من مكان المكان ما أدري ليه لكن والله العظيم إني ما أبغى ما أتعبكم الله أعظم منكم ناس كويسة ولا أبغى أتعبكم سبي جماعة الخير عندنا الشخص هذا وصلت معاه عشان تصميم كان طالب لوغو في العرض حقه ورسلت له كتبت له السلام عليكم أنا اللي توصلت معاك في مستقل كتب لي عليكم السلام على الأخوي بغيت لوغو القناتي بقول له إي نعم حياك إي نعم إي نعم حياك حياك وش بقول له وش الطلب اللي تبيه وش الطلب اللي تبيه رسم ولا صورة عندك صورة عندك أرسم عليها أرسم أرسم عليها أو وش والله الثلاثة بطل والله الثلاثة بطل روح في الخاص من الله تخيل يعجب فيه ما تعبد فيه ولا سويت أي شي قد نحمله ثواني نضغط على يو 2 عشاني حق بقول له ذي تبي تحط وجهك وبيكون حلا قاعد يقرأ بجيب لياب جودة وقد ادفعت بحوال لا لا أرسل لي ياه لا يطلق بس أرسل لي الجودة بعدلها الجودة أفضل من كذا الجودة أفضل من كذا بس يحمل يا سلام يا سلام بس كذا روح الواتس حلو ريحتني والله لا الآن كنت بقولك عن الجودة أوكي كان بيقولي عن الجودة وقل له ممتاز لا وجهي جديد في المجال آه توبادي يوتيوب أوكي منه لك التوفيق إذا شفت اللوغو عيال اشتركه في فناتها ممتاز يوهلي ما أخذ مني عشر دقايق ما أخذ مني عشر دقايق خدت خمسين دولار وقل له خمسين دولار خمسين دولار يستاهل بس كثيرة عليه خمسين كم تبي وقل له كم تبي توبادي في يوتيوب ولا أبغى عكر مزاجة وقل له وش رايك شوفوا ايه أحسبوا هذي أني أنا فزت بمتين ريال أوكي خمسين دولار وش رايك تاخذها مجانا لأن حسيت بالمعانة والله ما تدفع شي أتمنى شوف كان بيدفع أربعين شوفوا كان بيدفع أربعين دولار لك توفيق في قناتك لا والله ما يصير حقك تاخذه أتمنى لك توفيق في قناتك لا أعتبر دعم أعتبر دعم مني دعم مني لك مع السلامة أبغالله مع السلامة الله حلوة دعو والله رزقك طبعا ما راح أخذ منه خلاص جاكي الشيخ جاكي الشيخ حسيت معاناته والله ما ماني ما أخذ شي خلاص جاكي الشيخ بس أبي الدعاء بس أبي الدعاء سوف يقلك استمر باي طيب يا جماعة الخير نروح للشخص الثاني نجي لشيه الثالث شيه الثالث مثل ما أنتم عارفين منصة اليوتيوب منصة كبيرة صنا على المحتوى متعددين تقدر تستغل الموضوع هذا وتستغلهم بس لا تستغلني أنا أنا حبيب معاك اللي هو يا جماعة الخير وش هو قطرة الخيرة هذه اليوتيوبر يحتاج محتوى ويحتاج مفكرين له طبعا قبل ما تفكر في الفكرة لازم تحسب لها ألف حساب في الفكرة هذه لازم تكون مدتها 10 دقائق ما تكون فكرة باي خوت حق التيك توك يعني تقدر تسويها في التيك توك وتنتهي لا الفكرة لازم تكون طويلة عشان يقدر اليوتيوبر يضمن هذه الفكرة ويستمر معاك ويشتغل معاك نعطيكم مثال مثل سلسلة المقايضة اللي سويناها قبل سلسلة مستحيل إنها تنزل سكتش بسيط ولكن اللي هو أعطيكم مثال ثاني تحدي إذا فقعت باللونة يتأخذ 10 ريال أو تحدي إذا أخذت شيء تأخذ 5 ريال فهذه التحديات تقدر تسويها في التيك توك ما يحتاج إنك تتمددها وتخليها مقطع طويل فكذا اليوتيوبر ما رح يقتنع في الفكرة بحاول الدور لفكرة تكون فيها مهام كثيرة فهذه الحالة رح يشتريها منك أنا قبل فترة يا جماعة خير بعت سلسلة بقيمة 4.000 ريال شي تحسونا مبالغ فيه صح؟ على فكرة ولكن الفكرة هذه أنا كاتبها بيدي زياد على كده في الشيان أنا برضو أطلع منها بفلوس ولكن هذه في حلقات الجاية ما ينفع كل شيء أفل لكم السباح بعدين أنا أقعد طفران تعرفون كل الشغل كلما تعلمت شيء جديد بجيب لكم الأشياء القديمة تأخذونا